الصين تسجل إصابة محلية واحدة فقط بكورونا وتكشف عن لقاح أظهر فعالية في مواجهة الفيروس بايدن يوسع الفارق مع ساندرز ويفوز بولاة أريزونا وفلوريدا والنوي بالانتخابات التمهيدية الأمريكية والرئيس الإيراني يقول إن بلاده أصبحت تغير مرتبطة بأي قيود على تطوير برنامجها النووي الحديثة عشرة صباحا نتسع بتوقيت جرينيتش أهلا بكم أكملت الصين البحثة السريرية لدواء فيبرفير وهو عقار مضاد للفيروسات أظهر فعالية سريرية جيدة ضد مرض فيروس كورونا المستجد وقال مدير المركز الوطني الصيني لتطوير التكنولوجيا الحيوية إن إدارة المنتجات الطبية الصينية وفقت على بدء شركة أو شركة أدوية صينية انتاج الدواء بكميات كبيرة هذا وعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين أن البر الرئيسي للبلاد سجل حالة إصابة محلية واحدة وإحدى عشرة إصابة جديدة وفداء وذكرت اللجنة أن عدد الإصابات الواردة من الخارج يفوق واليوم الخامس على التوالي عدد الحالات أو حالات العدوى داخل البلاد وأضف البيان أن الإصابات المؤكدة ارتفعت إلى 80894 مصابا بينما ارتفعت الوفيات إلى 3237 حالة بزيادة إحدى عشرة حالة وفاة جديدة تعهد رئيس الوزراء العرقية المكلف عدنانا للزرفي بحصر السلاح بيد الدولة في أول كلمة متلفزة له عقب تكليف رسمية من الرئيس برهم صالح دعى الزرفي إلى إطلاق حوار فوري مع المتظاهرين السنيين فاز جو بايدن في الانتخابات التمهيدية للحزب الدموقراطي الأمريكي لخوض انتخابات الرئاسة بولايات أريزونا وفلوريدا والنويو اتقدم نائب الرئيس السابق حتى الآن بأصوات 284 مندوبا على منافسه بيرني ساندرز وأكثر من نصف الأصوات المطلوبة لتأمين الترشيح في المؤتمر الوطني للحزب والمقرر هذا الصيف قال الرئيس الإيراني حسن روحاني أن الصناعة النووية الإيرانية باتت غير مرتبطة بالقيود التي فرضت عليها وأكد الرئيس الإيراني أن بلاده ردت وسترد على اقتيال واشنطن للقائد في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني توصل أسعار النفط هبوطها إذ لا تزال الأسواق متأثرة بتدعيات فيروس كورونا على مستويات الطلب العالمية وترجعت العقود الآجلة لخام القياس الأوروبي مزيك برينت بنحو 1.1 من 10% لتصل إلى 28 دولار كما انخفضت عقود الخام الأمريكي بنسبة 2.2 من 10% عند مستوى 26 دولارا و37 سنة للبرمئلة أكد وزير المالية محمد معيط أن مجلس الوزراء وافق على عدد من المقترحات التي تتضمن حوافز إضافية لعملية القيد وتدول في البرصة تمهيدا لعرضها على مجلس النواب وأضف معيط أن المقترحات تضمنت إعفاء الأجانب وغير المقيمين من ضرائب الأرباح الرأسمالية تماما وبشكل نهائي موضحا أنه تقرر تأجيل تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية على المصريين والمقيمين حتى بداية 2022 وأضف معيط أنه تقرر أيضا لعفاء الكامل للعمليات الفورية بالشراء والبيع لتنشيط حجم المعاملات اليومية وتخفيض الضريبة على توزيعات الأرباح نهاية الموجز لمزيد من الأخبار تابعوا دوما من موقعنا الإخباري شكرا لكم على طيب المتابعة وأضمتم في أمان الله